إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وارجع للكم فيديو جديد هنتكلم فيه عن كيفية التخلص من الحشائش الضرة الحشائش الضرة إما إن هي تكون حشائش رفيعة أو حشائش الورقة بتاعتها عريضة سواء ده أو ده أفضل طريقة عن تجربة إن إحنا زي ما العمال دلوقتي شغالين نشيل الحشائش دي بأدينا نبل الأرض هما دلوقتي الأرض دي مبلولة بسبب المطر لو هي ماش مبلولة بالمطر إحنا نبل الأرض نرويها ونرويها راية كويسة ونيجي تاني يوم من الراية دي ننقي زي ما العمال شغالين كده بالإيد ممكن بسكينة ممكن بحاجة زي اسمها المنجل أو المحشة أو الشرشرة ولكن عن تجربة أفضل طريقة لأن سعدت المحشة أو الحاجات دي بتقطع الجدور أفضل طريقة زي ما حضركم شايفين دلوقتي شايفين سهلة خالص إن إحنا نمسك الحشائش الضرة دي أي كده واحدة واحدة بالجدر إن شاء الله مع الوقت ما تطلعش تاني بإذن الله بعض الناس بتستسهل وتقص بالمكانة ولكن مشكلة المكانة إن هي بتسيب التعاوي اللي هي البذور أو بتقطع الورق من فوق وتسيب جزء كبير من الحشائش الضرة دي والجدر لسه موجودين ولكن زي ما حالكم شايفين كده مسألة سألة إن شاء الله نمسك العود من فوق الأرض تكون طرية مبلولة نمسك العود ونشده كده واحدة واحدة ويطلع إن شاء الله زي ما حالكم شايفين العمال يعني لو حشائش كتير نحاول مثلا نكتر من العمال ما يكونش يعمل لوحده عشان ما يملش والمسألة بصعبة عليه نكتر من العمال شوية ما عنديش عمال وأنا شغال بإيدي في الجنينة ممكن أنا وأولادي ربنا يبارك فيهم إن شاء الله زي ما حالكم شايفين العمال شغالة بتنقي فيها دي أفضل طريقة عن تجربة للحشائش الضر يارب الفيديو يكون عجب حضراتكم لو عجبكم الفيديو نعمل إيجاب إن شاء الله ونشترك في القناة لو مش مشتركين ونشير الفيديو وتستنون إن شاء الله فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته